يعد بناء رأس المال البشري عنصرا رئيسا لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد حيث تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي تبنت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي وذلك ضمن جهودها في هذا المجال الهام ويمثل الاستثمار في العنصر البشري المخزون الاستراتيجي لجمهورية مصر لبناء مستقبل مشرق ومستدام للاستجابة لطموحاته الحاضر وتلبي توقعات الأجهال القادمة يعد الاستثمار في العنصر البشري أعظم استثمار في العصر الحديث فالاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار فيه هو الطريق الأوحد لبناء دولة قوية تستند على أساس متين وسليم هذا ما أكده تقرير التنمية البشرية في جمهورية مصر العربية لعام 2021 والذي رصد استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات عدة تحقيقا للتنمية المستدامة النهاردة أنت تنام تسحى تلاقي كوبري تنام تسحى تلاقي يوتيرن تنام تسحى تلاقي عاصمة إدارية تنام تسحى تلاقي أبراج تنام تسحى تلاقي مدينة العالمين اللي هي طبعا دلوقتي بقيت حاجة عالمية بقى أبراج نطيحة السحاب فإحنا النهاردة مصر كانت حاجة ومقابلي كانت حاجة تاني ودوت طبعا الناس كلها شايفة ولمسة أنا شايفة أن فيه حاصل تغيير كثير في البلد زي مثلا مجتمعات عمرانية جديدة العاصمة الإدارية إن شاء الله يعني هيبقى فيه لمسة كويسة جدا في البلد ولمسة إيجابية تغير الحاجات دي السنوات الماضية شهدت عملا متسارعا من جانب الجمهورية بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والمسكن مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنفسية بشكل خاص من خلال تبني ثلاثة محاورة كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 طبعا هنا البلد اتغيرت خالص لما احنا شايفين فيه طرق نشأت بطرق غريبة فيه مجتمعات جديدة اتعملت فيه مصانع فيه مزارع سماكية فيه أرض زراعية دلوقتي فيه الزراعة جديدة طلعا في الصحراء فيه نهر جديد بيونشأ كمان بقى فيه صناعات كتيرة وفيه بنية أساسية جمدة في البلد وفيه رخاء في البلد بالنسبة للوقت الحالي طبعا احنا شفنا نقلة نوعية غير طبيعية فاحنا ان شاء الله في الفترة دي بنأمل وان شاء الله نحاسين احنا ولمسين ان الوضع الاحسن دلوقتي بكيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسو والكيادة الموجودة وتعتبر مصر من أوائل البلدان التي تبنت مشروع رأس المال البشري الذي اطلقه البنك الدولي باعتباره مفتاحا لتحقيق النمو العادل وتحقيق التطوير في القطاع الحكومي والنهوض بالمسيرة التطويرية التي تعيشها مصر في مختلف قطاعاتها وعلى الاسعيدة كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر